للنادي الأهلي هتبص الأهم نقاط القوة اللي انت عايز تقفلها لهم من بدري نمرة واحد واضح ان الجبهة اليمين بتاعتهم هي اللي عليها الشغل وأقوى اللي هو الزهير الأيمن سريع جدا بيعمل كرصات عرضية من أي منطقة وكان قدامه رقم سبعة كانوا عاملين جبهة كويسة وجبهة سريعة يعني دي الملحوظة اللي واضحة قوي عندهم بلعبوا كراط طولية كتير قوي قبل ما يلعبوا كراط طولية انت في الحالة دي هعمل ايه لا هو الأول ولا تقول كله وبعدين تقول كله برضو على الأهلي يعني الأول أنا النادي الأهلي ومتعادل برما العابي 0-0 وجاي وسط جماهيري وزي ما انت قلت المفروض المستوى الفني احنا الأعلى لازم دي نستغلها بضغط جديد جدا في التلت ساعة الأولى لازم دغط بشراسة غير عداليه لأسباب كتيرة ضغط من قدام خالص اه طبعا اللي هو ضغط الأمامي طبعا انا مش ممكن اجلعب هنا في ملعبي وقدام الخمسين الف متفرج دولت وانا متعادل ولسه هصبر يعني انت خد بالك في ماتش سيمبا احنا كنا كسبانين هناك واحد انا وجهة نظري وجايز الناس تختلف معاها تتفق احنا لعبنا الورا ادينا فرقة سيمبا راحة ان يبنوا الهجمات براحتهم الاربع الورا يبتدوا يلعبوا في النص ملعبنا يبتدوا ياخدوا ثقة يبتدوا يخشوا في جو انك يهددك صحيح انت في الاخر طلعت بالنتيجة وانت كنت الافضل وكسبت ولكن عدت فترة الشوت الاولاني الرجوع الورا ده خلى الفرقة تانية تكتسب ثقة اكتر صحيح فانا بتكلم على فرقة مازمبي مبدئيا انت متعدل معا صفر صفر ولازم تجيب جون مش هفضل انا معتمد على نتيجة صفر صفر ديت كأن الماتش ده ما اتعبش يعني تقصد لازم اضغط بشدة من قدام خاصة قلت استغل عامل الجمهور الحاجة التانية في الماتش اللي فات ده من قدام من قدام كتن يعني اللي هو من قدام خالص اه من قدام خالص مش لازم يحسوا برهبة اللي بيحسوا اه الخمسين الف والاستاذ القاهرة والحاجة التانية انت لما تاخد بالك في الماتش اللي فات معظم الكرات الوقت اللي احنا كنا بنضغط فيه على المدافعين بتوعهم كانوا بيغلطوا كتير قوي كانوا بيغلطوا كتير قوي صحيح يعني فيه كورة اكرم ضغط فيها اه في نص ملعبهم خدها وراح اربعة على اتنين راح اربعة على اتنين لو عملها الوسام راح اربعة على اتنين واكتر من كورة لما بيضغط على المدافعين ده مش هنلاقيها كابتن هنا اعتقد ما عرفش لا انا شاف انها يبقى موجود هو الخطورة الخطورة انك انت مع الضغط ده ما تهملش الجوانب الدفاعية يعني كاهلي كاهلي طبعا مفروض مع الضغط ده لازم يكون فيه معمول حساب اه ازا كان طبعا اللي هيلعبه محمد عبد المنعم و ورامي ورامي اه او غيرهم يعني هي طريقة دعب رجل يعني في الغالب هم صمت ده اللي في الغالب حد من نص الملعب يبقى مهتم انه انه مع الهجوم ده لازم يبقى واحد واقف بأمن شايف يعمل فولاته لانه انت هتلاقي الباكين برضه سراعة سراعة بالزبط لا الباكين بتوعها كنت طبعا علي معلول المطش اللي فات كان دوره اكتر دفاعية نا وقده بشكل رائع اشان الواحدة اللي هيا بيمينه دي لو فاكرها مزبوط لفي اول تلت ساعة مزبوط ممكن يبقى ده واحد جاي في ده رجول ايه صحيح علي معلول المطش ده كان مركز جدا دفاعيا وهاني برضه وهاني وهاني شال برضه واحدتين برضه صعبين جاي لا انه هم في المباراة دي كانوا واضح انه واخدين تعليمات انه يهتموا مع محمد عبد المنعم ورامي انه يعملوا تقفلوا اه يقفلوا الاربعة وفي التغطيات العكسية عشان كده شوفنا حالي معلول وهاني لكن ما شوفناهمش كتير في الناحة الهجومية اه زي ما انت بتقول هنا طبيعة الحال العكس العكس هيبقى ليهم دور هجوم واضح وعلي معلول وهاني من مفاتيح المكسب النادي الاهلي في مباريات كتيرة جدا نعم سواء بالكورة العرضية سواء معلول حتى في الدربات السابتة فلازم يبقى يحصل تأمين شوية نعم هيا نكمل لعبية الوسط اللي هيلعبه لكن ده لا يمنع انا وجهة نظري اني لازم نلعب بضغط جديد عشان نغلطهم في التلت القريب من الجون بتاعه ها يعني لازم نغلطهم في المنطقة لازم نعمل لهم رابكة اه بالذات في اول اه 15-20 دي هم ف ده الهدف وبعدين لازم لما تجيب جون لازم برضه اذا حتى لو عايز تتحفظ شوية في وقفات لكن برضه لازم تضغط في وقت معين انك تجيب الجون التاني يعني لازم ما تركنش انك انت جيبت جون لان احنا زي ما انت قلت تخاف من المفاجأة والتوفيق نعم انك تصبر لغاية اخر خمس دقايق ويبتدوا هم بقى يلعبوا اللي هو اللعب اللي هو ايه يا صابت يا خابت زي ما بيقولوا ويبتدوا يجسفوا فدي بتعمل ربكة شوية الفرق اللي عايز تحافظ الفرق اللي عايز نتحافظ فعشان كده انا بقول انه بضغط من بدري ليه عشان اجيب الجون الاولاني على الاقل في النص ساعة الاولى يعني ان انا على الاقل جايب جون في اول نص ساعة اول عشرين دي عشان ابتدى شوف اه واشوف ورايح نفسي حتى اخد مش ارايح اخد نفس اه انت كده بالواحد وصلت ولكن تبتدى بقى تفكر اه في وقت هقف شوية في وقت هبتدى اتجعتاني اضغط عشان اجيب الجون التاني وما انتظرش المفاجآت فهم عندهم زي ما قلت الباكرايد بالذات سريع جدا وبيهاجم كويس ممكن هنا ما عرفش هو مدربهم افريقي مش مش لا مين انا ضاعي اه وخلي بالك هو اسلوبه الدفاعي اكتر يعني في الطبيعي بتاعه بيدفع اكتر كمان اه يعني مازمبي الاسلوب العادي بتاع مازمبي الهجوم اه طبعا ده طبيعا المدرب ده من ساعة ما جيه وهو بيعمل العكس يعني عشان كده بتلاقيهم متحفزين جدا في المباريات الخارجية اه خلي بالك الماتش الجاي بالنسبة لهم هما اه لو ركز في الدفاع الاول بعد كده لعب هاجمة المرتدة ده هتتعبك شوية لكن لو اه لو هاجمك خلاص هاجم صحيح لانه هما دفاعهم مش مش معدهمش الخبرة العالية صحيح في الحاجات اللي هي التغطيات العكسية انه ياخد باله من الجانب الاعمى من الملعب اللي هي الناحية اللي مش شايفة الكرة بتبقى في ناحية الباكات الناحية التالية ما بتاعبش تغطي كويس الباك فيه لغباتها شوية بين القلبي الدفاع في الحاجات اللي هي التحركات في العمق هما عندهم مشاكل دفاعية واضحة كبا يعني نقدر نقول كل الجزء الدفاعي ده وجهة نظري الجزء الدفاعي ده عندهم في واحد واثنين وتلاتة دول الاربع العائلين اللي هون عندهم مشكلة كبيرة أمان ده حقيقة حتى بتقولوا قدامهم والدليل على كده هما ستة انت خلي بالك انت فاجئتهم فأول عشر دقائق ضغط أمام انت اللي ضغطت أمام صحيح أول خمزة وسام أبو علي ضايع واحدة والتانية والتانية اللي هي بالعرض وحطها في ايد الجنب بس دي يعني يعني ماشي لكن اللي اللي تكلمت عليها بتاعت أكرم دي تحط أنا شايفها دي جون اه بالزبط دي يعني مش اسهل ولكن هي فرصة أكتر من الكرة اللي حاج بتقول عليها اللي هو شطها احنا حتى في الستوديو اختلفنا فيها انا بقول لهم هو استعجل هو ملعبهاش وحش بس ملعبهاش مؤكدة أو الوساب هو كان فيه اتنين نا كابتل ده هو يمينه أسهل أكرم يمينه أسهل ايوه هو لعبها شمال شماله عشان أسهل والتنين المدافعين اللي هما كانوا فضلين راحوا كده كانوا رايحين كده لكن هو لو وقف كده ومشي شوية كانوا يحطها ناحة تانية جول دي دي وجهة نظري بس هو يعني فيه ناس يختلفوا معايا فيها لكن كانت فرصة سهلة جدا فلنا أقصده انك انت لما دغطت عليهم في أول عشر دقايق ايوه اتخلق لك فرصة واتنين لويسام اتخلق لك فرصة ريدا سليم واحدة اللي احنا بنوله عليها دهواتي بتاعة أكرم هم ابتدوا يرجعوا للماتش ايوه ابتدوا وبعد كده شوفير تفوق الصراحة في واحدة جون مية في المية شالها كويس قوي واحدة وراها صراحة هايل اه اه عمل ماتش هايل واحنا حتى كلنا ديناه نجم من ورا الشوت الأولى لنادي الأهلي كان عاجبني انه الروح كانت عالية كميات الجاري كانت كتيرة حتى اللعيبة لم كانتش موفقة فنيا بس كان فيه كمية حركة وجاري كبيرة اه عجبني في الماتش ده انه هاني وعلي معلول اه كانوا قفلين شوية في الخط الخلفي ما كانتش الدنيا مفتوحة قوي زي ماتشات قبل كده اه عدد الأهداف اللي جي فينا شوية كان فيه اه مشكلة اه فالروح كانت علي يمكن الشوت التاني ابتدى شوية التعب يحل خاصة الحكمة من لعب ساعة ثلاثة الجو برضو بيبقى اه في مشكلة مستر كولر ابتدى يعمل تغييرات نزل بيرستاو ونزل محمود متولي في نص الملعب كمدافع مكان كوكا اعتقد ان كوكا كان ممكن يكون كان عنده خبطة لخدها اه وبرستاو مكان ريدا سليم ثم طاهر افشا وطاهر واخيرا كهربا كهربا وطاهر في الآخر فهو غير ونشط لكن كان فيه تحس ان النادر يبتدى يقلق شوية من النتيجة وعايز تفضل على كده خطف خطف هم ابتدوا يلعبوا كرات طويلة ويبتدوا يعملوا كرات عرضية من زي ما قلتلك من ناحية الباك اليمين بالذات من ناحية الشمال شوية وجات لهم برضو بعض الفرص الخطيرة ولكن الفرص عمتا كانت اكتر بالنسبة للاهل واليوم الشوط الاولاني الفرص قلت الشوط التاني وان كان فيه واحدة برضو جات لطاير في الديها 85 اللي كاربا حاول يخش بها وطاير بعد كده بس الباك شالها من على رجل في اخر لحظة فانا اصد هناك كان عندنا فرصة ان احنا نجيب جوان وايضا كان ممكن يجي فينا جوان ولكن هنا لازم نركز في انصاف الفرص يعني دي مهمة جدا ولازم اللعيبة على قد ما انا بقول تضغط وتحاول تجيب جون لكن ما ما تستعجلش لان فرق كبير قوي 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 بينما انا بلعب بسرعة بلعب باتقان بلعب بدقة وفرق بينما انا ببقى زي ما نقول باللغة الكرة كده متصاربع يعني لازم اكون سريع لكن مش متصاربع يعني مش 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 تعجل ان انا اشوت الكرة مسلا من 40 يار ده اي حاجة تروح طالعة مش مستعجل ان انا رايح انفراد عايز اشوتها من اي حتة لازم اركز شوية مش مستعجل الكرة العرضية العبها وخلاص في ال 18 لازم يكون فيها دقة لانه الدقة مهمة جدا بتقللك مشاكل كتيرة بتقللك ايه انا ساعات لما ابقى مستعجل ومتصاربع لا مش عارف افكر ممكن كمان لا وممكن اعمل تمريرة صعبة لحد تبقى صعبة يعني بدل ما احطها له مثلا في المساحة المزبوطة انه هي حطها مرة واحدة ممكن اعملها ورب يارضع بل ما يلف تاني يكون الديفنسي رجع فعش كالا بقوله الدقة مهمة جدا والسرعة مهمة جدا بس ما يبقاش فيه تصرع يعني مش معنى فات عشر ده وانا ما جبت شجون ابقى عايز اخلص نفسي وخلاص لازم يبقى فيه استحواس كويس لازم يبقى فيه ضغط كويس لازم يبقى فيه دقة في ال في اناء الهجمات وبرضو زي ما قلنا لازم الشق الدفاعي يبقى مؤمن لازم يبقى فيه ناس واخد أدوار ان هي ورغم الهجوم شغال لازم يبقى منتبهة يبقى فيه تعطيل كل حاجات دي مهمة يعني هو مطش صعب ولكن الاهلي ما فيش شك عنده فرصة يعني فوق السبعين تمانين في المية انه يكسب لأسباب كتير احنا شرحناها سواء الجمهور الدوافع اللي هتبقى عند اللعيبة سواء امكانيات اللعيبة الشخصية الفرق الفني واضح بين الفرقتين ولكن كرة القدم ما بتأمنش جانبها فعشان كده لازم يبقى يعني اللعب على قد مسريع لازم يبقى بتعقل